اشتركوا في القناة تستمد جوهرها من ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي يفخر المجلس الاعلى للمرأة ان يكون من بين ابرز شواهده وان يكون بدوره قائما على تنفيذ مبادئه وخلال الاجتماع اعلنت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة عن تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي التي تشكل ملامح مشاركتها الاولى من اول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي ويأتي اختيار هذا المجال تزامنا مع مرور ما يقارب عشرين عاما على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين وخمسة عشر عاما على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية المنتخبة وصولا الى العام الفين وواحد الذي يعتبر الانطلاقة الاساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام الفين واثنين واكدت سموها على ان هذا الموضوع يواكب الانجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية وقدرتها على رفع مساهمتها في الشأن العام ودخول مجال العمل السياسية مشيرة في هذا السياق الى مساهمات المرأة البحرينية النوعية لدى اعداد ميثاق العمل الوطني ودورها المشهود ضمن الجهود الوطنية التي كلفت بمتابعة تفعيل بنوده واشارت سموها الى ان الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي هذا العام يأتي تزامنا مع الانتخابات البلدية والنيابية المرتقب ان تشهدها مملكة البحرين في وقت لاحق هذه السنة معربة سموها عن ثقتها بان يسهم هذا الاحتفاء في ابراز الصورة المشرقة للمرأة البحرينية وانجازاتها في المجال التشريعي والبلدي كما اوضحت سموها بان الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي لا يخير مناسبة لالقاء الضوء على آن نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على ان تمارس دورها كمواطن كامل الاهلية دون انتقاص لأي من حقوقها مؤكدة سموها اهمية المشاركة الفعلة لجميع الجهات المعنية بالاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي وبهذه المناسبة صرحت السعادة الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالا الانصاري بان المجلس في اطار جهوده لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وادماج برامجها في التنمية الوطنية بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني هذا انجز ما نسبته 77% من متطلبات النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية واشارت الانصاري لان المجلس الاعلى للمرأة اطلع على الجهود المبدولة بل اطلع على الجهود المبدولة لتفعيل آليات الاطار العام لبرنامج المشاركة السياسية للمرأة البحرينية حيث اعتمد برنامج متكامل للتهيئة الانتخابية السعدادة للانتخابات النيابية والبلدية القادمة وجدد تلمين العام التزام البحرين بتسليم التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين حول تنفيذ اتفاقية القضايا على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الى اللجنة المعنية بالامم المتحدة حيث تفضلت سموها باعتماد التقرير لمباشرة ارساله عبر القنوات الرسمية المتبعة في الدولة حرصا من المجلس بتنفيذ التزامات البحرين على صعيد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة ترجمة نانسي قنقر